وعلى رأساه طبعاً الخبر الأول النهاردة يشهد العالم مساء الجمعة اليوم أطول خسوف كل للقمر في القرن الحادي والعشرين تبلغ مدته ساعة واثنين واربعين دقيقة وسبعة وخمسين ثانية طبعاً ده طبقاً لمأعلنه المعهد القومي للبحوث الفلاكية والجيوفيزيقية هتكون أكثر المناطق مشاهدة لهذه الظاهرة الفلاكية هي مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند واستراليا وشرق أوروبا في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل خسوف القمر النهاردة وزارة الأوقاف الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة أصدر بيان وتكليف لأئمة المساجد الكبرى في القاهرة والأقاليم لإمامة المصلين عقب صلاة العشاء في صلاة الخسوف هتكون الصلاة النهاردة إن شاء الله وفقاً لتكليفات معالي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف النهاردة المساجد الكبرى والأئمة هيصلوا صلاة الخسوف وطبعاً ده ما يمنعش أن أي مسجد يصلي يصلي يعني لكن التكليف وارد بشأن المساجد الكبرى على الأقل ترجمة نانسي قنقر